السلام عليكم لو انت زي بتحبي تعملي المكارونة على طول لولادك كأكلة سهلة وسريعة وازهقتوا من الطريقة العادية وجربت المكارونة الويت سوس والمكارونة الحمراء والمكارونة في الفرن طب ما تجربي معايا بقى الطريقة دي وهتدعي لي بجد ولادك هيعشقوا طعم المكارونة دي جدا عايزة كمان تقدميها كده لوحدها بدون لحوم أو فراخ أو بنيه ينفع جدا هي كده لوحدها بتتقدم كوجبة متكملة وعارفة بقى سر طعمها هيكون في المكاون ده المكاون ده هيخلي المكارونة كأنك بتكليها في أشهر مطعم إيطالي ركزي بس معايا في الفيديو القصير ده هنعمل فيه أجمل وأسرع مكارونة ممكن تجربيها بجد يا جماعة المكارونة دي ملة زيتها وطعمها الجميل هتعمليها كل يوم للعيال ومش هيزهقوا ومش هيقولولك لأ خاصة كده الأطفال اللي بتحب المشروم والناس اللي بتحب الأكلات اللي بالمشروم شايفين يا جماعة جمال طبق المكارونة اللهم بارك عليه حاجة كده عسل بس قبل ما نبتجي الفيديو ما تنسيش تحطيلي أجمل لايك من إيدك وتشتركي في القناة واتفع علي جرس الإشارات على علامة الكل عشان يوصلك كل وصفة جديدة بقدمها ويلا بقى نسمي باسم الله ونصلي على رسول الله وفطاصة على النار حطيت شوية زيت كده على طول وهنزل عليهم ببصلة متوسطة أنا بحب استخدم البصل الأحمر أما باجي بعمل أي صلصة لأنه مسكر جدا في الصلصة ويا دوبك بس هشوح كده البصلة مع الزيت لغاية تملونها يصفر ما تغمقيش البصلة بتاعة صلصة المكارونة نيجي بقى للمكون الجميل ده اللي هيخلي المكارونة طعمها إيطالي وهو الزعتر البري وزي ما انت شايفها شكل الزعتر البري عبارة عن أشواك صغيرة كده غير الزعتر اليوناني أو أي أنواع زعتر تانية بس الزعتر البري ده نكهته قوية جدا وبيدي طعمه مميز لأي تدبيل هتحطيه فيها كمان هيددي للمكارونة طعم حلو قوي بتديده شوحه كده وشم الريحة الجميلة اللي هتطلع منه ومحضرة عندي كده طماطم ضربها في الخلاط وهبتدي أصف فيها أنا بصفي الطماطم قدامكم عشان الخطوة دي مهمة قوي قوي لازم تصفي الطماطم اللي هتعمليها لسلصة لأن الأشور دي بتضر القولون جدا وبتتعبوا لازم تصفي أي طماطم بتعمليها وشفتوا كمية الأشور اللي طلعت من الطماطم حتى بعد ضربها في الخلاط بجد القشر ده بيفس الطعم وقوام أي سلصة مكارونة هتعمليها ودلوقتي هضيف معلقتين من سلصة الطماطم الجهزة لأن طبعا طماطم الشتاء ما بتبقاش أحسن حاجة لا في الطعم ولا في اللون كده تمام هبتدي بقى كده أبهر السلصة بتاعتي هحط نص معلقة صغيرة من التوم البودر كمان هحط معلقة صغيرة من السكر أساسي إضافة السكر في سلصة الطماطم كمان معايا نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل اللي سود وأخيرا هحط معلقة صغيرة من الملح بس كده هي دي التوابل بتاعة سلصة الطماطم بتاعتي وفي حل على النار ابتديت كده أحط ميا مغلية وزي ما انت شايفين الطماطم مهدية عليها خالص وسايبها تتسبك براحتها هسلق مكارونة عادي جدا بالملح والزيت وكمان هوريكي شكل المكارونة اللي هستخدمها وهي ميني بني المكارونة دي أصغر من الألم بشوية بس طعمها لذيذ قوي والأولاد بيحبوا حجمها ده استخدمي بقى أي نوع مكارونة ولادك بيحبوه أنا هنا استخدمت حوالي كيس ونص مكارونة والمكارونة ما بتتسلقش يا جماعة أكتر من سبع دقيق خاصة في الوصفة دي أنا ما زودتش عليها السوى يدوب سبع دقيق وهي دي كان شكلها شايفين هي لسه ما استويتش سوى كامل وعايزة وريكي بقى شكل صلصة الطماطم في آخر مرحلة ليها هي بقى التسبيق الصح كده لسلصة المكارونة شايفين بقى الزيت فصل لفوق وكل حتة فيها بتغلي وتسبكت معايا تمام كده تغذي أحلى طعم لسلصة المكارونة يلا بقى كده أوريكي شكل المشروم الفرش اللي أنا مستخدميه عايزة استخدم المشروم المعلب مفيش مشكلة بس الفرش هيديني طعم أجمل وأحلى للمكارونة كمان طباق المشروم دي دلوقتي بقت منتشرة في كل الأسواق وسعرها رخيص جدا وشايفة طريقتي لتنظيف المشروم المشروم ما بيحتاجش غسل يا جماعة ما بيتغسلش هو بس كده بيتنظف بأي منديل أو فوتا نشفة لأنه طبعا عامل زي الإسفنجة وممكن يمتصلك المياه اللي هتغسلي بيها دلوقتي بقى كده هبتدي أقطع المشروم بتاعي وطبعا كلنا عارفين إن المشروم فيه كمية بروتين حلوة قوي بروتين نباتي يعني مش هنحتاج أي لحوم جنب طبق المكارونة ده وهتقدمي لولادك طبق كله فيتامينات خاصة كده إن إحنا هنبشر جزرية مسكرة كده هتدي للمكارونة طعم حلوة قوي قوي يعني قدمتي النشويات مع البروتينات مع الفيتاميز الموجود فيه الخضار والجزر بجد كومبيلت فيتامينات المكارونة دي يا جماعة تصبق على النار وانزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة وربع كباية صغيرة من الزيت وهنزل على طول بالمشروم يتشوح مع الزبدة وكلنا عارفين إن المشروم هو بيبقى النكهة بتاعته ضعيفة جدا فعشان كده هزود له نص معلقة صغيرة من التوم بيليق جدا مع التوم هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض كده لغاية ما المشروم يتبل كل اللي أنا هحطه على المشروم هو رشة صغيرة من الفلفل لسود مش هيحتاج أكتر من كده وكمان مش هضيف عليه ملح لإنك لو أضفت الملح في البداية كده هتلاقيه نزل الميا بتاعته وهيبقى عامل زي الجلد بالزبط مش هضيف الملح في المرحلة دي كده بقى المشروم بعد ما تشوح معايا كويس نزلت كده بالجزرية طبعا الجزر عشان مبشورة مش هتاخد أي وقت خالص في التسوية تقلبتين كده مع المشروم وهتشمي بقى الروايح الجميلة كده تمام دلوقتي بقى هحط الملح بتاعي هملح المشروم بالجزر دلوقتي بقى هنزل بالصلصة المركزة اللي أنا عملتها اللي طبعا بالزعتر اللذيذ وهقلب بقى الصلصة مع المشروم مع الجزر وطبعا المشروم عندي متبل ومتملح والصلصة متبلة ومتملحها وكله تمام وزي ما قلتلك استخدمي الزعتر البري مش الزعتر اليوناني عشان يديكي نكهة قوية في الصلصة دلوقتي بقى نزلت بالمكارونة اللي أنا مساويها نص سوى وعايز أقولك أن بعد ما صفتها محطتش عليها ولا نقطة زيت ما ينفعش تحطي المكارونة أي زيت بعد ما تصفيها من مية السل عشان طبعا تمتص الصوس اللي هتحطي فيها كويس سواء بقى تعمليها بصوس أبيض أو أحمر ما نصح كيش تحطي عليها زيت بعد ما تصفيها ولو خدت بالك أنا أضفت عليها شوية زيت زيتون بس لازم يبقى زيت زيتون درجة أولى عشان يديها طعم جميل وطيت عليها النار خالص وستها بقى تسخن براحتها وتتشرب من الصوس وهي دي النتيجة أجمل وألز مكارونة هتجربيها طبعا الرايح في المرحلة دي ريحة التوم مع المشروم مع الزعتر بجد يا جماعة مكارونة إيطالي إيطالي بإذن الله تجربي وصفة المكارونة دي وهتعجبك وتدعيلي عليها بس أهم حاجة الصلصة بتاعتك زي ما بقولك لو أنت انفرزة طماطم من الصيف هتبقى أجمل في طعم المكارونة دي لأن طماطم الشتاء الأيام دي بتبقى حدقة شوية بصي بقى جامل طبق المكارونة مع شوية مخلل وخدي عندك وجبة متكاملة عايزة بقى تقضي بها يوم تغدي بها العيال تعشي بها العيال أنت وزوئك بس الشكل والطعم مش هيختلف عليه خالص أي حد كمان شايفين المكارونة في السوى ما تسويش المكارونة جامت زي ما قلتلك عشان ما تتريش منك وتطلع بالشكل الجميل ده وكمان لو حبت ضيفلها قطع من الفراخ أو اللحمة المفرومة أو حتى من شرايح اللحمة الستيك هتبقى حلوة جدا جدا وإضافة جميلة منك وإن شاء الله تجربيها وتعجبك وتشمي الروايح الجميلة دي وتعمليها على طول لولادك في نهاية الفيديو فضلا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات على علامة الكل وأجمل لايك للفيديو بحبكم في الله ما استني يا تعليقاتكو اللي بتشجعني كتير وأهلا بكل المشتركين الجدد إخواتي وحبيبي وعلى راسي من فوق كان معاكو شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا